يا أهلاً وسهلاً بحضراتكم من جديد لما بنقول طول الوقت أنه مفهوم حياة كريمة مش بس سكن وبنقول أنه الموضوع أشمل من كده بكتير أشمل من موضوع سكنه بس الموضوع توفير الحياة بكرامة لكل مواطن مصري وما يبقاش فيه مواطن يعني عايش بلا هوية وبلا أمل حتى في مستقبل أفضل في مبادرات كتيرة بقى وحاجات كتيرة قوي ممكن تحت هذه المظلة الكبيرة جداً مظلة حياة كريمة ممكن نتكلم عنها وصدقوني يمكن كل مرة حنتكلم عن مبادرة في المبادرات دي تحسوا أن هي حاجة جديدة وأنه هو موضوع جديد لأنه فعلاً مفهوم أو مبادرة حياة كريمة لا تقف عند حد معين إحنا كل يوم بنسمع عن مبادرات ومشاركات جديدة خلونا نتكلم حضراتكم دلوقتي عن ما تقوم بوزارة التضامن الاجتماعي بالإشراف على دور الرعاية اللي بتقوم بإدارتها جمعيات أهلية شريكة لاستقبال المواطنين بلا مقوى طبعاً ده بعد ما بيحصل بحث متكامل لحالتهم الصحية والنفسية ويمكن بعد كمان اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع الجهات المختصة والإبلاغ أن هؤلاء المسنين حيتم نقلهم من الأماكن اللي هم فيها إلى دور رعاية اجتماعية للكبار بلا مقوى فكرة تكريم المسن وإنه ما يبقاش بلا مقوى واتطمن عليه وحطه في دار كريمة ووفر له حياة كريمة ولا أجمل من كده تعالوا نعرف تفاصيل أكتر ونتكلم أكتر عن هذا الموضوع مع ضفنا الكريم الأستاذ أشرف عامر منصق الوحدات المتنقلة وفرق الشارع بالبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مقوى بوزارة التضامن الاجتماعي أهلا بك صباح الخير أهلا بك صباح أشرف هذه الظاهرة منذ عقود من عشرات السنين ظاهرة وجود بعض الأشخاص بلا مقوى في الشارع الدولة في 2017 قررت أنها تحاول أن تقضي تماما على هذه الظاهرة بداية اللي عملتوه علشان إحنا كمجتمع ودولة ومؤسسات نقدر نقضي على ظاهرة المواطنين بلا مقوى احنا وزارة التضامن أو الدولة لما بدأت هي تشتغل في الظاهرة دي بدأنا في 2014 مسح على مستوى الجمهورية علشان نحصر الأطفال اللي موجودين في الشارع علشان نقدر نخطط صح ونشوف إيه أكتر المحافظات اللي هي مستهدفة ونقدر قسمنا العمل على مراحل المسح أصفر عن حوالي 16 ألف طفل موجودين بالشارع على مستوى المحافظات بدأنا نعد طيب هنشتغل إزاي هنخترع عايزين نبتكر ألية جديدة عشان نقدر نتدخل معاهم وكانت وزارة التضامن بالشراكة مع صندوق تحية مصر ده اشتركوا في البرنامج ده وبدأنا في 2016 نجهز العربيات ونجهز الشباب اللي هتشتغل والفرق وكده وبدأنا عملي بدأنا فعلا في 2017 نشتغل وننزل أرض الواقع ونتعامل الجديد في البرنامج اللي بتنفزه الوزارة البرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مقوى اللي بتنفزه الوزارة أن جبنا مجموعة شباب مؤمنين بالقضية وبدأنا ندربهم تدريب على أعلى مستوى علشان نقدر ينزلوا الواقع ونزلوا الحالات في الشارع الكبار والأطفال ويحاولوا يكنعوهم بأسلوب راكي بأسلوب لا تطوع فقط لا هم شغالين في البرنامج معينين على البرنامج وبدأوا يشتغلوا ننزل الحالات برضو الدولة ابتكرت حاجة وحدات متنقلة بصات كده متطورة من جوة فيها جزء للنشاط فيها جزء عيادة فيها جزء الأخصاء النفسي الأخصاء الاجتماعي علشان نقدر لما ينزل الحالة يكون معا الخدمات اللي هي البسيطة اللي يقدر يكنعوا بيها علشان يحيلوا لدور الرعاية نعم طيب الشباب دول بينزلوا طبعا إحنا مستوعبين فكرة الشخص اللي هو أنا أسفة بس بيطلق عليه متشرد اللي هو اللي قاعد في الشارع في الغالب بيبقى طبعا مظهره مش لائق خالص بيبقى تعبان كل حاجة متبهدلة وصعبة جدا حضرتك قلت الشباب دول بيتم تدريبهم على أعلى مستوى عشان يقدر ينزل يخاطب الشخص ده لأنه الشخص ده ربما بقى له سنوات هنا ربما عنده أمراض نفسية ربما كان شخص عزيز وقاعد في بيت مع أسرة واتطرد أو اتخان أو اتباع أو ولاده رمو أو للأسف يعني ده حالات بتحصل بنشوفها في العالم كله أحيانا السؤال بقى هنا عندما يتم التعامل مع هذا الشخص اللي كان بلا مقوى وباخدوا بقى خلاص الشباب أقنعوا وتكلموا معا الإجراءات اللي بتبدأ إيه يا أسر بنبدأ أول حاجة لما بينزله بيتعاملوا معاه بيكون معنا خدمات بسيطة كده محتاج وجبة محتاج ملابس بسيطة لأنه بحكم أنه بيكون في الشارع بيكون الحالة بتاعته صعبة وبعد كده بعد ما بنغدوا عندنا نوعين من الحالات عندنا حالات الأطفال دي أنا بخدها وبقنعها عن طريق اللعب وعن طريق الجذب المشاط اللي بنعمله اليوم في الشارع واخدوا أحيله لدور الرعاية اللي هي الطورة عندنا النوع التاني اللي هو الكبار بلا مقوى اللي فيه نوعين من الحالات الحالات اللي هي الأمراض النفسية اللي بنتصادف معاها دي إحنا بنتعاون مع وزارة الدخلية وبيتم مع وزارة الصحة برضو بينزلوا معانا الدخلية ويعملوا حاجة اسمها الضبطية وياخدوهم ويتم أحلاتهم المستشفيات بقرار من النيابة الحالات اللي هي العادية بقى اللي هي تعرضت لظرف في القسرة أيا كان ده إحنا بنيه فيه النوع اللي معاها أوراق ثبوتية بيتم تحويله يضار رعاية مباشرة بعد ما بنعمل إجراءات الاحترازية يتم الكشف عليه نشوف خالي من كورونا ولا لا ويتم بعد كده بنغدو نعمله أحال النوع اللي هو ما مهوش أوراق ثبوتية اللي هو مجهول الهوية ما عندهوش حاجة بنغدو نتوجه به لأقرب قسم شرطة موجود دي بنعمل محضر لي إثبت حالة علشان يسيب صورته علشان لو أهله بيدوروا عليه يقدروا يعصروا عليه بسهولة ويتم إحالته إلى المستشفيات بعد برضو الإجراءات الاحترازية ده حاجة أساسي ما فيش حالة بتخش دار رعاية غير لما نعمل لها الكشف الشامل في المستشفيات علشان نثبت أنه ما عندهوش أمراض أو يقدر نحافظ على بقية النزلة في الضار طيب سأشرف كلنا نتذكر أن نحن كلنا بنسمي هذه الظاهرة ضايرة أطفال الشوارع للأسف لكن الدولة أخيرا قررت أنها تمحي تماما مصطلح ولفظ أطفال الشوارع وحولته إلى أطفال وكبار بلا مأوى دلالة هذا التحول في اللفظ وما يتبعه من تحول في النهج في نهج التعامل مع هذه الظاهرة الأول للحالات والولاد في الشارع لما كان بيقولوا أنت طفل شارع أو ده كان بيجرحه أو حاجة كده زي واصمة لي وبدأنا الحمد لله يتم تغيير هذا المفهوم وبنسميه طفل بلا مأوى أو طفل في الشارع يعني بنحاول بأي طريقة أن احنا نديله زي الكرامة ليه في الشارع الحياة بتاعته اللي هو يقدر يكسبها يحس أنه إنسان له قيمة لما بيلاقي الدولة منزل له ناس ومنزلنا له حده هو ماشي مصدق في الأول أصلاً يعني وخيف جداً جداً معروب مش عارف أنتم مين وعايزين منه إيه موظور يعني احنا الحمد لله بننزل بزي معين كده محبب ليه كده هو بيب بعرفنا وكرنيهات يعني حاجات كده بإثباتات بنعرفه بنفسنا احنا وزارة التضامن منزلانا ليك علشان نساعدك عشان نعمل في الأول بيقوم بعد كده بننزله مرة واثنين وثلاثة احنا بنشتغل على مستوى 14 محافظة 14 محافظة ليه أكثر كسافة تبقى للحصب لا في النظر حاجة بتعتمدوا على الإقناع مش أن انتوا بتشلوه بتودوه ده الرعاية خالص لا لا الإقناع تماماً لكن الحالات الكبيرة اللي هي المريضة هو ما بيباش واعي فبنشيله وناخد بيه نتوجه بيه على قسم الشرطة وبعد كده مستشفى وتتم إحالته طيب هل فيه نية أو خطط مستقبلية إن شاء الله لإن احنا نمد بقى المشروع أكتر ومبادرة أكتر في باقي المحافظات هي وزارة التضامن بتشتغل على مستوى الجمهورية عن طريق إدارتها كل مدرية موجودة في محافظة بيتم العمل بها عن طريق المدريات أما برنامج أطفال بلا ما وعلى مستوى 14 محافظة لما نتوسع إزاي لما بيكون في محافظة فيها أعداد المدرية بتبلغ وبيتم النزول وبيتم عمل مسح الأول وبيتم نشوف الظاهرة تنفع إن نقدر ننزل ليها ولا لا ولكن إلى الآن احنا تقريبا كل سنة بيتم برضو التنصيق مع بقية المدريات الظاهرة وصلت لفين نعم نتنين بس الحمد لله هي في طريقها للقضاء يعني لأن الدولة بتشتغل على توسعات في كل المجالات فبالتالي بيحصر بيحصر من البداية طبعا أنتو بتاخدوا الأطفال أو الكبار بالمقوى وبيتدعوهم في دور رعاية مختلفة في 14 محافظة هل بيتم تطوير دور الرعاية تطوير مفهوم أصلا دور الرعاية هل بيكون فيه فصل بين دور رعاية المتعلقة أو الخاصة بالأطفال مع الخاصة أو مختلفة طبعا عن الخاصة بالكبار هل بيكون فيه دمج بينهم بحيث مفهوم الأبوة اللي عند الكبار ممكن بتنموا هذا الشعور بالنسبة للكبار فعلا فيه التجربة دي تعملت احنا كان الدور الأول منفصلة الكبار لوحدهم الأطفال لوحدهم وبدأ فعلا زي ما حضرتك قلت عملنا مجمع في الشرقية ضمنا فيه الأطفال والكبار وبدأنا نحس لأنه ده فقد الأبوه وده فقد برضو أنه يكون ابن فعملنا التجربة دي وكانت ترجمة نكحة جدا كان دمج حلو يا يوسف زشوف الدمج في الأنشطة احنا بدأنا مراحل الأول طبعا الإقامات كل هو مجمع لوحد بس كله له مكان ينسب السن بتاعه ولكن لما بنجمعهم في الأنشطة في الحاجات في الوجبات في الحاجات دي كلها بتفهم هل حضرتك شفت بنفسك أو عصرت مثلا تجربة على عينك كده شفتها التقارب ودمج ما بين مثلا شخص كبير في السن وطفل صغير بقوا مصحاب بيكلموا يعني احكينا عشان احنا كمان عايزين نشجع اي حد بيشوفنا عارف حد موجود في الشارع او بلا مقوى انه يتواصل مع حضرتكم على طول بسي الطفل في الشارع محروم من اب وام محروم من طفولته محروم من الحنان من كل حاجة هو بيعيش حياة مختلفة تماما عن اللي هو المفروض ان اللي يعيش ما عملنا التجربة برضو الكبار بلا مقوى برضو هو فقد عيلته وفقد كل حاجة فلما قربنا الاتنين من بعض احنا مكناش صراحة متوقعيني النتيجة الجميلة اللي لقينا فيه تقارب غير عادي يعني الكبير بيد الحنان اللي هو يقدر الطفل الصغير بيفتغله طبعا الكبار فيه منهم اللي هو جد واب يعني على حسب العمر العمي لا طبعا تجربة نكحة واحنا لاحزناها وإلى الآن بتتابع وبنحاول نطور فيها أكتر هنشوف هتتعمل في أكتر من محافظة طالما نكحة هنا بس بتاخد وقتها اه في المجمع في الشرقية ده منظبات مكتوعة مدنية هي اه جماعات أهلية الوزارة بتسند المشروع ده للجماعات الأهلية وفيه أشخاص كمان يعني أنا أعرف أشخاص كتير ليهم صفحات على فيسبوك هم مش جماعية أو حاجة هم أشخاص متطوعين بنزلوا برضو الشارع يتعلموا بعد كبار السن أشوف بيقصد فيه دور الرعاية هاي اللي بتكون المنطقة أنا بكلم على الأشخاص أنا بكلم على اللي بيبلغ أشخاص إنه في منهم مش بس جماعيات في منهم أشخاص بيبقوا موجودين بنزلوا الشارع وبيبلغوا الحالات لحضراتكو في وزارة التضامة تنصيق مستمر فيه تنصيق وفيه منظومة متطورة جدا وفعلاً ناس كتير لمساها على أرض الواقع منظومة الشكاوة الحكومية بمجلس الوزراء دي فعلاً منظومة بتأي مواطن أي مواطن أياً كان في أي مجال خاصة بقى المجال بتاعنا مجال الرعاية لما بيقدم بلاغ إن فيه حد في الشارع على طول المنظومة فوري بتحول لنا البلاغات وبننزل ولما بنلاقي أي صعبات بنلجأ ليهم المنظومة الرئيسية بمجلس الوزراء بنرجأ ليهم بيساعدونا إن كان عندنا مشكلة في الصحة أي مشكلة بتقابلنا والرقم 16-439 ده منظومة شكاوة مجلس الوزراء لكن هل فيه رقم مباشر هو ده 16-439 بيوصل لنا على طول 16-439 أي بلاغ البلاغ ده بيتوسق وبنقدر ننزل فيه ولو تأخر يبقى فيه محاسبة للناس اللي تأخرت تنزل في البلاغ فبيبقى فيه ووسائل التواصل برضو عندنا صفحة خاصة بالبرنامج البرنامج لكومة لحماية الأطفال والكبار بلا مقوى يقدر ينزل بننزل مباشرة والوزراء برضو لو هو تقدم للوزراء بالبلاغ بننزل فيه بالضفل المتابعة بنأكد على السادة المشاهدين إنه الخط الساخر موجود معنا على الشاشة 16-400-39 أي حد من حضراتكم عارف أو بيشوف خلال طريق عمله أو طريق مرواحه للبيت أي شخص كبير في السن أو طفل بلا مقوى الأطفال اللي موجودين في إشارات المرور اللي قاعدين على الرصيف الناس دي كلها هو بلا مقوى يتصل بالرقم ده والعملية كلها بتمشي بعد كده بسيستم من وزارة تضامه الاجتماعي خلاص يعني بس حضرتك يعمل اللي عليك وتفاعل لأنه ممكن يكون ربنا بعتك سبب في إنقاذ حياة هذا الشخص بالضفة طبعاً إلى الرصد اللي حضرتكم بتقوموا به على وسائل التواصل الاجتماعي على بعض الصفحات اللي هي طبعاً زي منا كانت بتكلم متخصصة في إنها تبلغ عن الحاجات اللي زي دي تمام في نقطة مهمة في هذا السياق يا أستاذ أشرف موضوع التسول هل لي علاقة بموضوع الأطفال بالمقوى أو كبار بالمقوى أكيد أكيد لأن الشارع إحنا بنزل بنصطدم بالحالات دي كتير لأن فيه نعين والناس ما بتبقاش عرفاهم لأن الاتنين بيبقوا شكل بعض الناس اللي هي تسول وبتمتهنها مهنة وتنزل والناس اللي هي بتبقى محتاجة للمساعدة دي خلاص إحنا بنتعامل معها التسول هو بيرفضنا وبيقومنا جداً لأن إحنا بننزل نعرض عليه خدمات الدولة بنقول له إحنا الوزارة تعالى في حياة كريمة في مشروع تكافل وكرامة في مشروعات صغيرة نقدر إحنا نوفر لك عمل المتاح اللي نقدر نعمله لك هو بيقومنا طبعاً فإحنا ما علينا أن ندخل بالنصك مع الدخلية هم اللي يتعاملوا مع الحالات دي لأن ده هو عايز مكسب يوم بيومه مكسب سريع وسهل ولا نيجي نقول له تعالى بقى هتكسب مكسب حلال وشغل لا بيرفض تماماً فالتنصيق بيكون مع الدخلية أن هي تقدر تنزل تتعاون معنا ويقدروا ينزلوا يتعاملوا معنا لكن بيستقبلوا مكلمات خاصة بالتسول؟ لا المواطن العادي ما بيباش عارف ده إيه وده إيه فهو بيبلغنا ساعد بيبين يا أستاذ أشر ساعد بيبين يعني ساعد في شرط المرور أنا بلاقي مجموعة أطفال ببقى فهمة أن دول طلعين للتسول تسول وأحياناً بيبقى فيهم منهم ناس لأن الطفل الشارع علشان يأكل ويشرب فيضطر يشخط ويتسول علشان يقدر يعيش ده المفهوم بتاعته في الشارع يعني أنا بس أنا سعيدة قوي أن احنا النهار ده في عشرين وواحد وعشرين قاعدين بنتناقش في الموضوع ده وما بقتش بس مبادرة من مجموعة أفراد زي ما كنا من كم سنة فاتوا أو مجموعة جماعيات أهلية مع كل الاحترام والتأدير جداً لدور المجتمع المدني والجماعات الأهلية لا الدولة المصرية بمؤسساتها بقت النهار ده بتقول إن شاء الله مش هيكون فيه طفل بلا مقوى أو رجل أو مسن أو امرأة بلا مقوى إن شاء الله لأن مصر تستحق كده إن شوارعنا تكون آمنة وناسها تكون آمنة سؤالي لحضرتك بقى فصل الشتاء خلاص داخل علينا بنتكلم على برد وسقيع وأمطار واحتياجات بقى لبطاطين وملابس خاصة طبعاً تمنها ما بيبقاش قليل إيه اللي بيحصل وبالنصق ده إزاي؟ اللي بيحصل إن الوزارة عاملة غرفة طور وعمليات بتجمع كل الجماعيات الأهلية والشريكة اللي شغالة منها جماعيات كتير جداً علشان ما منساش جماعية فيزعلوا مننا بيتم التنسيق معاهم ويتم التشبيك معاهم في الغرفة دي أي حالة إحنا كوحدات متنقلة أو عندنا زميلنا في التدخل السريع بينزلوا برضو معنا الشارع والمدريات في المحافظات اللي احنا مش شغالين فيها ننزل أي حاجة بيتم التنسيق مع الجماعيات محتاجين بطاطين بيدعمونا محتاجين دور الرعاية برضو نفس على نفس النمط بتجهز نفسها طب الأفراد العاديين يا فندم إحنا كمواطنين في بيوتنا هل فيه وسيلة إن إحنا نقدر نساهم ونساعد؟ عن طريق جماعيات أو عن طريق وزارة التضامن لإني أنا ممكن زي ما حضرتك قلت بدأت كلام الناس اللي هي بتاخد المهنة التساول أنا مش هقدر أفرقهم فياخد مني وهيحاول يستغليني في الحتة دي لكن أنا لو دخلت عن طريق جماعية أو عن طريق وزارة التضامن بشكل مؤسسي بشكل مؤسسي هقدر لأنهم عارفين الحالات ودرسينهم هيقدروا يقدروا الخدمة لمن يستحقها صحيح مهم جدا أن احنا نفعل هذا المشروع يا سيد أرشف لكن أظن أيضا من الحاجات المهمة إن لو فيه طفل ويتم رعايته ويتعليمه في دور الرعاية بعد كده هل هو بيخرج من دور الرعاية ولا بيكون فيه إشراف مباشر من وزارة التضامن الاجتماعي والمعظمة والمجتمع الأهلي ولا مش بس الطفل يعني لو فيه أحد الأشخاص من كبار السن أو من الأكبر سنن وكان تاية في الشارع وأسرته تعرفوا عليه هل بيتم تسليمه للأسرة أولا ما بيتمش تسليمه للأسرة غير لما نتأكد فعلا إن الأسرة أمنة بالنسبة للطفل وإنه كان تاه منهم من الظروف غصبة عنهم وإنه كان تاه منهم بكل الإثبتات بقى بالأوراق السبتية بالمحاضر اللي معمولة في أقسام الشرطة بالصور اللي بيكون معاهم بيتم ده وحاليا الوزارة برضو بتعمل حاجة اسمها قاعدة بيانات خاصة بالمؤسسات بتقدر تعمل شبكة ما بين مؤسسات الجمهورية كلها علشان أنا لو عندي لو حد جاء بيسأل على ولد مفقود أو تايه منه يقدروا يدخلوا بالصورة أو بالأوراق ويقدروا يحصروا عليه بسهولة ما بيتسلمش إلا لما نتأكد إن الأسرة بنتأكد إزاي بيتم فيه عندنا فريق في البرنامج اسمه فريق إدارة الحالة بيكون بعد ما بنسلم الولد أو قبل ما يتسلم يروح ويبحث ويشوف الأمر هينفع التستقبل وهكذا برضو كبار الطفل ما يجبر ما يجبر هو ما بيتسابش غير لما خلص تعليمه أو راح شغل يعني بيحاولوا يأهلوه إن هو يندمج في المجتمع بطريقة أفضل يعني مش هجي سن 13 سنة 14 همشي لا خلص تعليمه لأن أغلبية دور الرعاية اللي موجودة على مستوى الجمهورية التدبع وزارة التضامن كلها فيها ورش فهو بيخرج ويبقى معها صلاحة صدرش بالفكرة العامة إن دور الرعاية ده مش في النهاية مش سجن مش سجن خاص هو مكان لتأهيل الأشخاص والتدريب والتعليم يقدروا يندمجوا في المجتمع فترة مؤقتة من حياته بيقضيها وما بطلعوش بره غلا ما يكون مطمئن عاية بيكون مطمئن وحاليا دلوقتي هي اسمها رعاية اللحقة أنا مش خمال شي غير لما أنا عارف هو هيكون رائع فيه رسالة أشرف عامر منسق الوحدات المتنقلة وفرق الشارع بالبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بالمعاء وبزارة الزمن الاجتماعي شكرا جزيلا حضرتك نورتنا شكرا لك